أهلا بكم قمة استثنائية باتت تلك هي السمة الغالبة للقمم العربية خلال السنوات الماضية جراء ما تموج به من أزمات ليس فقط منطقتنا ولكن العالم أجمع القمة العربية الثانية والثلاثون بالمملكة العربية السعودية تزدحم طولتها بالعديد من الملفات المهمة وستشهد هذه القمة عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة للمرة الأولى منذ 12 عاما وذلك ما يجعل قمة جدة هي قمة سوريا بامتيازا حيث تبحث أوضاعها الأمنية وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين تنعقد القمة في ظل تطورات متسارعة تشهدها المنطقة خاصة على صعيد الأوضاع في السودان والتي دخلت الاشتباكات فيها شهرها الثاني على الرغم من جهود التهدئة كما تتصاعد الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين حيث لا تزال أدخنة القصف عالقة في صحب غزة إضافة للإنتهكات المتكررة للمقدسات والمسجد الأقصى الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق في لبنان والعمل السريع على لجمه والمساعدة على عودة التعافي لبيروت في كل المجالات أيضا سيكون أحد الملفات الصعبة كما تهدف القمة البناء على التقدم الإيجابي الأخير للأوضاع في اليمن والجهود المبدولة لتحقيق السلام والاستقرار في هذا البلد فضلا عن الأزمة الليبية ودعم مؤسستها فالدول العربية مطالبة ببلورة رؤيتها في الأمور الأمنية الإقليمية والمستقبلية الأمن المائي العربي حاضر كذلك على ملف القمة ليس ملف صد النهضة الذي يشكل خطرا على الأمن المائي في مصر والسودان فحسب ولكن الخطر المائي الذي بات يهدد العديد من دولنا كما تعد قضية الأمن الغذائي العربي أحد أهم الأولويات العربية وذلك بنظر إلى تناقص المغزون الغذائي في ظل الأزمات العالمية ملفات اجتماعية أيضا على طاولة القمة من بينها تعزيز العمل العربي من أجل تخفيف المعاناة عن الفأة الضعيفة والعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032 أما اقتصاديا فتستعرض القمة التقدم المحرز لاستكمال منطقة التجارة الحرة الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وتفعيل اتفاقيات النقل والاستراتيجية العربية للسياحة والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات الأجندة الرقمية 2023-2033 تحقيق أي تقدم في ملفات القمة العربية يتطلب تعاونا شاملا من جميع دول عربية وإدراكا لأهمية تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها